بمبادرة من حكومة الوحدة احتضنت العاصمة تراولز أعمال منتدى الهجرة عبر المتوسط بحضور 28 دولة إفريقية وأوروبية حيث انطلق المنتدى برؤية تهدف لتعزيز الحوار بين الدول الإفريقية والأوروبية المعنية بملف الهجرة غير القانونية حيث طرح المشاركون تصوراتهم وأفكارهم حول إدارة الهجرة غير القانونية عبر البحر الأبيض المتوسط وتحديد السياسات المشتركة بين شمال وجنوب المتوسط موقف ليبيا كدولة عبور للمهاجرين وصفه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بأن ليبيا تجد نفسها بين ضغط الرفض الأوروبي للمهاجرين والرغبة الإفريقية في الهجرة هذه الأموال التي تصرف أعتقد من السنوات العشرة أو الخمسطاشة أو ممكن حتى خمسين سنة الماضية لم تحل هذه المشكلة الفكرة بشكل بسيط هذه الأموال لابد أن نرى دولنا في أفريقيا وأهلنا في أفريقيا من يبعتون هؤلاء الناس لنصرف هذه الأموال هناك وليس في البحر وليس في قوارب النجاة وليس في الصحراء وليست في معسكرات الحجز في ليبيا أو في أوروبا المخاوف من توطين المهاجرين والتي تعد أبرز الهواجس الاجتماعية والسياسية عبر عنها وزير الداخلية المكلف عماد ترابلسي من خلال وصفه لعملية تكدس المهاجرين العائدين من البحر في ليبيا على أنها محاولة أوروبية للتوطين مؤكدا في الوقت ذاته بأن ترابلس لم تتلقى أي طلب من أوروبا بشكل رسمي أو غير رسمي لتوطين المهاجرين داخل ليبيا أنا لم أتلقى أي طلب رسمي أو غير رسمي لا من اصدقاني إيطاليين ولا من الملطيين ولا من أي دولة افتحاد الأوروبي أو المنظمات بالعكس دولة إيطاليا ومالطا وباقي الدول الموجودة أمانا حارسين جدا جدا على وحدة ليبيا وعلى استقرار ليبيا وبين محاولات أوروبية تسعى إلى توطين المهاجرين أو على الأقل تحول دول شمال إفريقيا إلى حادث لأوروبا ومحاولات الدول الإفريقية للوصول إلى اتفاقيات عادلة تضمن تنمية مستدامة في الدول المصدرة للمهاجرين يستمر النقاش بين دول ضفتي المتوسط حول حلول ناجعة للملف تجمع كل ما هو إنساني وأمني واقتصادي